قبل كونك مراسل لكنك اليوم فاجأتنا بالتمثيل هذا يمكن أول لقاء بعد مسلسل غيد فأول شي لازم نحكي به هو هذا الدور القوي كلش والترند بصراحة حتشينا يعني غيد تجربة من يعني أكيد راح تبقى علقة بلاكرتي لأن هي تجربة الأولى الزرامية اللي هي بعد ما يعني اشتغلت على المسرح ببلاية بطيخ بعد ما اشتغلت مراسل كوميدي ببلاية بطيخ الحمد لله يعني كانت تجربة حلوة وحبوها الناس ويا ربي يشوفون أحلى بالأيام القادمة غيد كان تجربة ناجحة لأن لأن بينه وبين علي فاضل علاقة وكيميا ويفهم شنو مكامل الموهب بعد علاء فيعرف أنه على ممكن وين أخلي وين أغضفها شنو طاقات على ممكن أستخدمها فالحمد لله أكو توفيق بالموضوع كنت أنت بتخيل نفسك أنك بيوم الهيام راح صغير ممثل وصار الموضوع صدفة أو شيء عسر يعني شون صار أنا ما أشتغل على الصدفة بصراحة يعني يعني أحتاج توفيق من الله توفيق من الله أنه يخلينا عن طريق وراها أسعى وأطمح وأوصل إن شاء الله بإذن الله أنه نقدر نوصل نحقق جزء من طموحاتنا ياريت كلها ما أعرف إن شاء الله أنا أعتقد أن شغفك الجديد هو التمثيل شوف ساري الكل الكل شيء سويته كان إلى السحر خاص يعني وقته أول ما صرت أول ما دخلت الإعلام بحياتي إلى سحر خاص يعني بلشت بإذاعة بس نقول من عربنا الجمهور يعني الاستطلاع والكوميدي الاستطلاع إلى سحر المسرح إلى سحر ثاني التمثيل كذلك إلى سحر ماذا أصعبهم؟ والله هي يعني دائما إقناع الناس يعني وعطاء الناس ما يرضيها من كوميديا أو دراما لازم تعيص صعوبة لازم تقول أكو صعوبة يعني الجمهورنا مو سهل جمهورنا يحتاج طاقة ومثابرة واجتهاد على مو التقنع صحيح شنو أصعب شيء بالتمثيل نفسي حسب تجربتك وين العلة بالتمثيل بالنسبة لك وين تلقين تصعوبتك أنك بالأداء مثلا بالحفظ بالأكتزم الشخصية لا يعني بما أنه اشتغلت ويا علي ومشتغل ويا أغلب الكادر اللي موجود فمدير التصوير الصديقي يعني ما أخذ على الجو هذا مالأتنى بس بصراحة الدراما لازم يعني تكون نضبط كل شيء قبل توقف قدام الكاميرا من حوار من تلتزم التوجيهات المخرج وتشتغل صحيح راح ناو تكمل صحيح لأنك موحدك طبعا أنت ضمن مجموعة لازم توقع لازم تسند الكل والكل يسندك حتى تطلع بعمل حلو تجدت عيده هواية؟ نوعا ما عدت بالبدايات بس لا من اندليات الأشياء لأن قلت لك أنا مشتغل مسرح مسرح ومشتغل سكتش بي ثلاثة كاميرات أربعة ثلاثة كاميرات مشتغل استطلاع وحدي يطالع بالشارع بس بالبداي لقية صعوبة لأن أول شيء يأخذ ممثل بعدين يأخذ عامة لازم تسوي تحفظ راكور الحمدلله يعني هوا بشهادة الجميع أنه بس أول أوردر كان صعوب عليها بعدين لا طيب ونهو تكمل بموضوع التمثيل صحيح إن شاء الله